ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي حسن حالة النهار ده جايلكم فيزيو جديد وروتين جديد وحطي لك بدل ما جيلك استرانو تعالون جون بس الحامل ده كده الاول عشان اعرف ارغي معيكم شوية ايه ده حط على اللفلفول حط اللفلفول على الحامل ياخد شان اعرف اكلمكم عاملين ايه يا احلى اخوات في الدنيا ربنا يخلكم يا رب عايز اقول لكم ان انا مبسوطة او بوجودكم معي اعرف ان انتو بتشوفوا بعض الكومنتات اللي الناس كده ملاش اي لازمة ازاي ما قلتو لكم انهمش لازمة هنعمل ايه طيب تعبونا والله لازم ان يحطوا الحبشتكانات بتاعتهم المهم بقى ربنا يخلكم لايه يا رب ما تحريبش بكم ابدا بصوا بقى يا جماعة انا طلع كده في اول الفيديو ده اقول لكم يا جماعة ما تنسوش اللايك 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 والكومنت اشان ما ليفش وجيم تمام بالمخضة اللي انا لابسهولكم ده النهار ده اه بصوا بقى اه على النهار ده بعدت جبت فطار هوريكم بس كده هحكي لكم كل حاجات دلوقتي اخبصتوكو على كل حين المهم بقى ايه انا اه يعني انا دخلة دلوقتي على الغدع على طول طلعه حاجات كده من الفريزة ارتفوق هعمل معاك وغدع كده ربنا يسأل بس هو هعملوه قبل المتابر والعليه يجب عشان طبعا العيل نزلو الدروس وتمان نزلو الشغل وكده تمام فيش اللا كوكا هي اللي عادة معي البره هي لو اخدا بالها اللي انا عمال اتكلم معاك واتيجي جاري تخش وتتحشر في الكلمة فبعد اذنكو ما تنسوش اللايك وكومنت الناس اللي بتحبوا وفيه بعد اذنك الله يبارك ليه عشان يا جماعة اللايكات بتاعتكو قلت المشاهدة بتقل كومنتات بتاعتكو قلت المشاهدة بتقل وطبعا كل الناس اللي دخلت جديدة ربنا يخليكو يا ربنا وتشكروا على الكلامكم الحلو متحرمش منكو ابدا يا رب بكون عند حصن ظنكو تعالوا بقى نبتدي كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض تعالوا بس اوليكو الاول جاءتلكو تالي عشان نستطيع اتكلم في حاجة معاليش يصلى عن نبي كده يعرفو اختي كده وهي 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 الناس بص لو ممكن اتعقد من الكلام ده يعني افرح مسلا بالكلام الايجابي واتعقد من الكلام السلب اللي انتو بتقولوه اكتر من حد دخل على فيديوهات معرفش روعة جديدة معايا مش جديدة فا وفاق انا بشوفك بالازدالات بحس ان انت كبيرة قوي عن سنك ولما بشوفك مسلا اطلع بهدوم تاني اللي هو مسلا ترينج زي كده ترينج فهل تفتكري ان انا عمل بيه روتين يا راهوي يا عيبي الشوم ياختش يا عيبي الشوم فده كبيري هتلاقيني يوقف معاك بس كده تمام لكن طبعا انا مطلعش عمل بترينجات الروتين بص احتراما لنفسي عشان خطر ربنا وانا اصلا ما بخرجش في الشارع يا جماعة بزعتلون فهل تفتكري ان اطلع عن الروتين بالزعتلون تزريش تزريش وماليفش وجيه لك تمام انا متفق معاكي اه عارفة انا كمان بشوف الفيديوهات بتاعتي بحس ان اللهم صلى على النبي يا رب الازلاب يتبقى مدياني سن كبير عن سن على ما اتفق معاك بس ايه مدياني حاجة تانية برضو مابتغديش بالك منها مدياني وقاري مدياني احترامي من نفسي اه مدياني حاجات كتير حلوة عشان ما شلش عليها زم مابتغديش بالك من الحتة دي اه مش مهم يبان سني ايه او ما يبانش سني ايه انا طلع اشتغل اه شغل حلال واجيب منه فلوس متل ماعمل حاجة اه اشيل منها زنوب واخد عليها فلوس حرام تمام؟ يعني لو اشتغلت بترينج زي دوت في الروتينات راحة جاية مش عارف ايه مش شيل زنوب الكلام ده لي انا ليش جعوة باي حب تاني تمام؟ لان انا اصلا انا بطلت من زمان انا اخرج ببناطيل تمام؟ بطلت من قدر ان انا اخرج ببناطيل فانا عارفة ان الاوزالات بتكبرني شوية بس كفان ايه مدياني احترامي وان انتو محترميني تمام؟ وقبل ده كله وقبل احترامك ولا اي حاجة شو خاطر ربيه بس مش اكتر ايه قلت اتجيكو لقطة كده واريكو بردك وانا اصغنونة هون انا بحبكو والله بحب اخد ودي بعيكو عادي في الكلام يلا بابتقول شاركو اكتر من كده اليوم اللي هارضة بسيط كده هتشوفوا الفيديو معي تعالوا بستواريكو نطلعك ببقى ايه؟ بصولة تعالوا هنا الاول انا صحيت من النوم بعدت جبتي فطار من بره فطار سريع كده تمام؟ فالمهم يضل شوية الحبشتكنات اللي المفروض اخسلهم مطرح الفطار والقهوة والكلام ده كلها ما عملتش فطار في البيت النهاردة البداية دي اتسلقها عشان كوكة فهقشرها لها دلوقتي بص بقى دوت بقدونس تمام انا غسلتها وغلتها لحد ما نزلت كل الخلوصة اللي فيها عشان تمر جوزي بيحب يشرب مية البقدونس ديت عشان حلوة جدا للكلة فقال لي اعملها لي وكده فانا هصفيها دلوقتي وهحطه له بقى في شفشأ ولا اي حاجة اه نيجي هنا بقى كده شل الفوطة ديت اه دي فرخية انا امطلعت فك كده حطها في مية نغسليها وخليها معاكم زي الفل تمام عشان هشوف هعمل معها اي دلوقتي نتخنم معيها ويديت لحمة اه مفرومة طلعتها تفك عشان هعمل معاكم رؤاء تمام وهعمل معاكم اه بشامل اهو طلعوا الماكرون وهنا اللبن اللي هعمل بيه وده اه جبنا رومة اهيه انا بشروها وكده مش بشروها انا جايبها كده انا لسه هتجع كده ضربة ان اي اي انا عايمها كويس معاكم في الكبه هتشوفوا دلوقتي بص تشوفها فقط اعمل ايه ويديت ملوخية اه كت عندي بقى لها يومين والله هنلحقتها يعني كبت سورة كنت جايبة كيلو ده كان في حد معايا يعني قالوا ان هم جايين وكده فجبت كيلو ملوخية من بالليل كلام ده من يومين فالمهم رجعوا من ايه في كلامهم يعني ماجوش فالملوخية دي تبقيت عندي بقى لها كمي يوم شاف بضحك على ايه يا بيت بطال يا بيت فالملوخية دي بقى لها عندي كمي يوم فالمهم قطفتها وقلت اعمل شوية ملوخية كده اه وضوت لبن مطلعش هنعمل بالباشامل وطعالوا بقى نشوف اليوم النهاردة هنقدت زي مع بعض حاول كده نسرع كده ونعدي اليوم ده فقررت هعمل لفة رؤاء وقعب شوية ملوخية حلوة على كده ونحمر الفرخية الجميلة ايه الحزينة دي لي مش لايه حد يهبر تعالوا بقى نبتدي اليوم كده مع بعض مهمة بقى اول حاجة بقى قلت ايه يلا نبتدي كده نتخانق مع الفرخية ديت كده وقطحها كده معاكم اه طبعا ان انا كنت شايلها سليمة كده قلت ايه عشان اه ساعات بحب ان انا شويها ولا حاجة طبعا ان انا غسليها ومخليها زي الفل معاكم اه فقلت هقطحها كده اه وحطها على النار تتسلي عشان في طريقة كده عاملها بيها بصي جوزي اللي طالب مني ياختي الكلام ده ففي طريقة كده بحب ان انا عاملها بيها كده بالالله مصالع النبي يا ربي بالبصومات والكلام ده فطريقة بسيطة كده بس يعني حبيبة يعني فهو اللي طالبة مني اه عايز اقول لكم بقى قبل ما ابتدي الفيديو ده خالص مسكة الملوخية اللي انتو شفتها دي انا قطفتها كده مع نفسي وزبطتها ستبتها بس ايه على الغسيل يعني اه هنا بقى انا قطعت الفرخية وجبت طمطموية كده بوصولوية وهبدأ بقى ايه حط لها كده التحويق كده زي ما بيقولوا حطيت هنا جزرية كمان يال ان شاء الله معا حد احاوش نهار ده قلت بقى هزبطهم بص يا جميع انا مش هايزا كنت اتحاكوا على اللي انتو هتشوفوه واستوروا على اخطوكو ماشي استوري علي ها مش هلاقيكو تشاهيصوني في الكومنتات عشان انا عارفاكو زي ما بتقضوا كده ايه السلك يخلص عاتي سلك يا وفاف انا حاسة ان الكومنتات النهاردة كنتش هايزا على ايه انا عملت الفنكوش يا جميع انا عملت الفنكوش استوروا عليها بصوا بقى لفة روادية لفة ما يعلم بها لربنا والله انا برضو ايه مش عارفة انا لعب فيها ولا لعب في لفة روادية فانتو اللي هتقولوا يعني عادي انا بتقبل كلامكم بصوا بقى انا جيت اعمل لفة روادية هايزا اقولكو متقطعة متحتة هتشوفوا معايا يعني فان مهمة ان قلت ايه هعملها وهتتلمي في الصينية عبل ما تستوي هتكون حلوة وتميل يا اختي ايه ما يعلم بها الله ربنا ايه جميلة وطعمها حلو كل حي بس هي الفنكوش انا سميتها الفنكوش لفة رواق بيتحت انا ما بيتش عارفة حطها لهم على الاكل او والله ازاي ما بيقولكو كده فاديني تحكي بقى على المنظر يعني هم عادوا يقول لي في ايه ملكة وفاق ايه لفة رواق عاملت كده ليه طرق معرفش انا الرواي الطالي ده ماليش نصيف فيه ماليش حظي كده معي فمعرفش يعني انا جبته قبل كده بس عملته معاكو حلو والله بس ايه انا الانواع بتاعته ديت ام معرفش ما بعرفش فيه يعني بمعنى اصح فالنوع ده ما عجبنيش ومش اقرره تاني يعني عشان نبصوا انا النهار ده تفضحت فضيحة بجلاجل قدامي العيال بقيت وشي في الارض بقيت محروجة بقيت شارفة اقطع لهم ازاي صنية رؤوه هتشوفوا كل حاجة هم هم مستوروا عليا زي ما قلتلكو ها سبت بقى الفراخ على النار تتسليق لاني انا سلقتها لي عشان انا عايزة شربة لله اللهم صال على النبي يا رب عايزة شربة للرؤوه وعايزة شربة للملوخية تمام كده تمام كده فقلت بقى ايه هاسلوها عشان محتاجة الشربة انا عندي كيس شربة والله في الفريزر بس ايه مش هيكف اللي انا بقوله علي ده هنا بقى جبت اللحمة المفرومة كده وانتو عارفينها بحب الاول ادي كده اللحمة صدمة اه حطيت زبدة وحطيت زيت وروحت بقى ايه حب ان انا جاه تشويحة كده الاول عايزة اقولك بتخليها جميلة او بصي بتوجه في حتة تانية المهم اكمل الفيديو عشان تشوف الفنكوش ياد الفيديو حمو جلاجل ياد الكور سمو حناجل بصوت عادل امام اشي قادر اقولكو على جمالها هتنزر هتنزر يا نظري المهم بقى ايه شوحت كده اللحمة المفرومة وهنا بقى اللهم صلى على النبي يا ربي كده روحت منزلها البصل اللي انا ايه عملته دول مش عارفها بصلتين تلاقي تباين وخلص كده انا عشان بس ايه الصنيتين اه لكن انا لو صنيها واحدة بقى اعمل ربع كيلو لحمة بس حلوة قوي اه هنا بقى حطيت فلفل سود حطيت بغارات اه كده التوابل بتاعتك شهيصيها شهيصيها بالتوابل كده اه وخلص على كده تجه بقى تاليبة محترمة اهو تاميم كده الليبع بيت شفوف عيوة ازا اقولكو بقى ريحة البيت كده اكل وخير كده وريحة فنكوش والدنيا كانت مش هيئة انا اكتر واحدة التاريق على نفسها في الدنيا دي فعاجي عديها الناس اللي بعضية خلاص بتبقى ايه اللحمة اه تستوي مع نفسها وهنا جيت بقى للبق دونس اللي انا وريته لكو في اول الفيديو ده انا صفيت بقى كده المية بتاعته وهي هحطه في التلاجة عادي بقى الجوز ياخد منه والله العظيم هو حلو ده ربنا يهديني واشرب معنا كمان والله ممتاز جدا يعني ما اقول لكمش بصوا انا مش بقلب عليكم والله ما واجع او مثلا بديكم طاقة صلبية عشان بس لو لا قدر الله حد سمعني ممكن تستفادي من اللي انا هقوله ده انا عادي انا بتكلم عادي والحمد لله انا ربنا مصبرني واحمدك واشكرك يا رب بصوا جماعة مية اشر البق دونس ديت مية قصد البق دونس بقول لكم اشر البق دونس اكتر واحدة تتلغبت انا عايز اقول لكم مهمة جدا وممتازة وكان عندي حصوية كان عندي حصوية نزلة عندي في الحالب كانت مبهدلاني لدرجة انا الدكتور شخص لي غلط انا كنت حامل اه ربنا يكفيكو الشر يا رب يا ربنا يكمل لكل واحدة يا رب على خير ويقومها كده مجبورة الخاطر انا مش عارفة اول مرة اقول لكم الكلام ده ولا يعني اول مرة احكلكوا السبب بتاع بنتي بالزيت اه كنت حمل في بنوتة وكان عندي حصوية نزلت في الكلا اه وكان بيجيلي الم زي طلق الولادة اللي مجرب الحاجة دي هيقول لي فعلا ان انا صح ولا انا بقول لكم كلام كده كان بيجيلي الم زي طلق الولادة وانا مش فهم انا فيه ايه مهمة دكتور شخص خلص غلط ونزل لي البنت قبل معادها ويبعد عنه كتوفت يعني اه بعد ما ولدت لقيت نفس الالم موجودة عندي اكني لسا حامل فالمهمة روحت الدكتور تاني وروحت المسالك بولية ويوي قال لي يا مدام ده مش طلق خالص وما روش دعوة بالولادة ولا الولادتي ليه ولا كده انت عندك حصوية في الحالة من ست شهور تمام لان الجهاز بيديله من بقالها كام شهر والكلام ده فبقول له ازاي يا دكتور ده الدكتور شخص لي كزا ونزل لي البنت قال لي الله يسمحه المهمة ما علينا طب الحصوية عايزة تنزل اعمل ايه والله بحكي لكم الكلام ده للإفادة مش اكتر راح ايلي مسك البقدونس غليه واشراب المية بتاعته مهما اقول لك على علاج ولا دول ده الا انا اكتبلي برضو على علاج مية اشرب بقدونس ديات ممتازة جدا بقيت اشرب فيها وبقيت اجيب ميا كتير طول ما انا قاعدة اجيب رتلين ميا وحطوهم جنبي وافضل اشرب فيهم مع مية اشرب بقدونس لحد ما الحمد لله الحصوية نزلت ومدفت فتا كمان وبس الحمد لله فخلي بالكم لان في ده كاترة بتشخص غلط ولو حد مثلا عنده تعبان بالحصوية ديت وبتسبب له مشاكل مية اشرب بقدونس والله العظيم ممتازة وهتدعي لي دعوة حلوة من قلبك انا ما بيكون في اي حاجة لو بسيطة احب اقولها لكم عشان تستفيدوا والله فنقول الحمد لله والحمد لله انها جيت على كده بصوا كل بتاع ربنا فخلي بالكم في يعني بصوا قلم الحصوية ده زي قلم الطلق بالزبط فلو حد بيمر بالظروف دي تخلي بالك وروح الاكتر من دكتور وروح الدكتور مسالك بولية عشان ما تتشخصيش غلط يعني يلا الحمد لله على كل حاجة حبيت بس ان انا فتكو هنا بقى انا عملت البشاميل بتاعي بص يا جماعة قدي الزبدة قدها بتاع دوت قدي الزبدة اللي انا بحطانها وحطت اربع معالق زبدة يعني اربع معالق دي خمس معالق زبدة خمس معالق دي ويقلبتهم وبعد كده حطيت بقى اللبن بتاعي وبعد كده التوابل وخلص وحطت كمان اي حبيت جمنا رومي يعني المهم خلصت بقى البشاميل وهنا برضو اللحمة كانت خلاص والفراغ برضو كانت قربت تستوي كده كله وراء بعد المهم اللي بيخلص من على البتجاز انا بشيله عشان طبعا ايه محتاجة البتجازة هنا انا نقلت الفراغ عشان اه احط الميا بقى للايه للمكارونة كارونا اهو احط شابت يا فوفة شاهية سطقهم شاهية سطقهم عملت لهم الفنكوش اهو والله العظيم هتشوفوا المنزر دلوقتي بس محدش يضحك ها بيقول لك ايه عشانا عارفاكو عارفاكو يا اللي بتفضحوني في الكومنتين استوري علي يا البختك استوري علي ها فعدت اتحك وقال لهم شوف انا بقول لكم مليش حظ في الرؤى الطاري ده معرفش في ايه اه فبيبقى نواية عارفين بقى اللي بجيبه من الفرن من الفرن اللي هو بيبقى نوستكيل ومش فرن اللي هما بيبقى عاملين زي فرن كده بيبيعوا جلاج ورؤاء اللي هو الطاري ده احلى بكتير من اللفة اللي احنا بنجيبها من السوبر ماركت ديت عشان بتبقى مجمدة فمجرد ما فك معايا بقامت حتة هتشوف هتشوف في وقت استعجيل هتشوف الفنكوش دلوقتي هنا بقى انا ايه مسكت الازاز كده بالليفة لاني طبعا السلكة انا صبنتي بها موعين كتير فلا انا عايزة الليفة اه مسكت شوية صابون وروحت غسلت الازاز بسرعة لاني لقيتها كلها فاضية وهي اللي طبعا بيجي لطلبه مياه حواليا كده وانا انا واقفة كده لام الحنون السغنونة وقلت عشان املالهم الازازز هنا بقى مسكت الجمنة الرومي دي كلها انا عايزة بشورها لاني محتاجاها تكون مبشورة فالمهم بقى اللهم اصلا على النبي يا رب هنا المطحنة دي انا لسه جايبها جديدة فكنت لسه ايه بجرة فيها بس انا كنت غبية مش اكدب عليكم ايه الكمية اللي انا حطيتها دي كلها مفروض كنت حطيت حب حب اشوفوا انا بقول ايه بص انا غبية وحطيت كمية كتير انا لايه بقى الكومنتات بقى لايه الكومنتات كده تقول ليه يا وفا حطيت كتير ده كده طبعا انا قلت والله قلت يا اخت دايلك على نفسي ما انا قلت الاعتراف بالحق فضيلة بص انا اكتر واحدة لو غلطت في حاجة عايدة اقول اكتر واحدة لو مثلا قلت حاجة غصبا عني ممكن اتأسف ما عنديش كبر في حاجة سبحانك يا رب يعني ربنا زرعي الحتة دي جواية وبحمد ربنا ان انا كده يعني احمدك واشكورك يا رب ده مش خوحش عادي كلنا بنغلط في حاجات كتير وكده فعادي فيه ناس بقى تخليك تندمي على صراحتك دي اوالله بس تقول لك على حاجة ما تتغيريش على طول النفس ايه اوعي بيتش فوفة تتغير اوعي اوعي يجورك ايه كده اوعي يغرق جسمك بيجرجروني ياخت بيجرجر بستي بيطلعوا ستة الشريرة لجواي وانا ستة محتارة مؤدبة بينارفزوني في الكومنتات بس يلا المهم بقى ايه انا كنت ببشر الجبنة ديت عشان بحب احطها من على وش المكارونة بشامل بحب بستي اغرق وش المكارونة بشامل كده عشان عندي ايه زيزو بيحب المكارونة بشامل غرق ايه انا جبنا رومي كده من على الوش هنا فراخ الصلاق بقى وهسيبها كده عشيب بقى كل الخلاصة دي تليها البصل والجزر والطماطي مرميهم عشان عايزة بقى الشربة كده زبط بيها حبش تكنتنا المهم بقى ايه جبتي بتاع دوات الله ومصال على النبي يا رب حاطت زيت وملح وهسلق المكارونة بتاعت الاقلام وقطرت شوية عشان عيالي ايه وانا بعملها كده مسلوقة يفضل يقول لي هاتي شوية مين بقى مين فيكو عيالكو بتعمل كده مين مين كلكو قول لي في الكومنتات عيالك بتعمل كده ماما حطي شوية بشامل ودينا حبة هم بيعملوا كده وعارفين اللحزة ده بتبقى حلوة جدا لما عيالك كده يبقى بسطي ملهوفين كده على اي حاجة من ايديك كده ياختي علينا ياختي احنا الامهات الحنونة السغنونة حطيت بقى اتنين بيض في حد منكو قلب لكده ما تحطيش بيض بس صدقنا كنت والله عايزة جرب اللي انت قلتلي علي بس نسيت نسيت ياختي متعودة حتى كنت وفرت البتين كنت سلقتهم بكرة على الفطار فقالتلي وفاق ما تحطيش بيض خالص في البشامل وانت بتعملي كده وجربوا شوفي فوالله ينسيت بص في تقارته وانا بسجل الفيديو شوفي شوفي الزهايمر الزهايمر خرب الدنيا مع اختك ياختي فقلت اه والله في المرة جاية ايه هعمل كده اطهت بردك يلا يلا ملحوقة يعني مش هنعمل بشامل تاني كان زمنهم نفعوني على الفطار شفتوا هنا بقى ايه زبطت يا إسطنية بتاعة البشامل كده ايه مليتها بشامل بصوا انا بحب البشامل كتير جدا خصوصا يبقى في المكارونا كده من جوة زي ما انا حطيت الاول شوية المكارونا دول بقى سبتهم لأيالي يعني قلبت لهم كده ايه بشوية بشامل وفرقهم كده على بعض كده قعدوا ينقنقوا زي الفراخ كده هنا بقى ايه غرقت الوش جبنا جبنا رومي كده مبشورة يلا عشان هنعمل الفانكوش يوا عوسع جبت كده ايه شوية زيت على شوية زبدة وحطيتهم في الميكروف ايه يسيحوا يعني وبعد كده اللهم صلى على النبي هنا جبت شوية شربة على شوية لبن وبعد كده بصوا انا الشربة كانت سخنة انا بقى ما عرفش اقول لكم الصراحة يعني ما عرفش انا السبب عشان الشربة كانت سخنة يعني هو كده لما كن بعمل حاجة ومستعجلة لزمان حاجة تبوز مني بستعلمين اتاكن نصها والله هنا بقى ايه املت كده اللهم صلى على النبي يا رب البتع دي الصينية اه سمنة كده سمنة على زيت يعني انا بحب اعمل سمنة على زيت بصوا شايفين الفطير بيطلع اه اه خمسين حتر فكلما حطي كده اه بتاع دي اه احطي طبقة قدهم برضو ايه سمنة والزيت عشان تبقى حلوة كده ماشي قادر اقول لكم يعني انا عدت عالج فيها مفيش فايدة فيش فاقي طلع الجميلة وشكلها حلو جيت اقطعها وبردك عشان انا قطعتها سخنة لان هم كانوا مستعجلين فا اديتني النتيجة الجميلة اللي انتوا هتشوفوها دلوقت دي اهو فيه غلطة برضو يعني مهما كون لفت الرؤواء مش قد كده انا معترفة ان فيه غلطة انا عملتها بين عشان الشربة سخنة اه متأكدا عشان كده اه والله اكيد اكيد تليتش غبقية غبقية بنت يا وفاق اه اتنظرتي يا نظر يلا الحمد لله كلنا ما بنتعلمش بلايش مم بقى دهنت الوش كده بالسمنة والزيت اللي هما اللي فاضوا دول اه وخلاص على كده انا بقى وقلت ايه هركنها كده جنبي لحد ما صميت البشاميل اللي تطلع لاني شغالها كده في الفرن الكهرباء وبعد كده هدخلها هنا بقى ايه هعمل الطريقة بتاعة الفراخ ماشي بفصل البيض بتاع البيض عن السفار لان انا عايزة السفار بس انا خدت اتنين بس كده اهو تمام تمام شلت البيض ده انا مرميتهوش انا هزود عليه بيد وعمله بيد بسمنة عادي ينفع ياختي في الفطار ترميش حاجة عشان ما جيلكيش بصوا حطيت سنة لبن بسيطة جدا جدا رشد فلفل سود ورشد ملح طريقة الفراخ دي هتتعجبكم جدا طبعا انا سلقت الفراخ معاكم لحد ما استويت هنا بقى قلبت كده الخلطة الجميلة ديت وهنا جبت البصمات اي نوع بتحبيه كده بيجيتار بصمات اي حاجة بتحبيها ايه للفراخ اه وبعد كده جبت الفراخ بتاعتي ابتدي كده ان انا ايه بصوا كده ايوة كده بعد كده اخدها من هنا احطها في البصمات المبشور ده اهو احيز اقول لكم جميلة بس انا تيجي تقول لها اخلي بالك عشان في لبن افل لبن بيخلطك مرة في ثانية فهوية تتحرق منك ايه وي ايه وعي غرق جاسبك تشفهمني ايه وعي غرق جاسبك حطتش اللايك ولا لعشان انا عاملالك صنيفة نكونش حلوة النهاردة في نص صنية فضلة يا جميلة عمين يجي ياخدها انا مش عارف مش عارفة لايف فيه لايف فيه ولا لايف في لفة الجلاج انا مش عارفة بس اجرب تاني انا عنادية عشان اعرف برضو ايه الخطأ بتاعي فين بالزبط يعني ايه الغلط في كده خلص على كده الطريقة دي جميلة جدا ممكن ما تحطيش سنة اللبن اللي انا حطيتها خالص لقد تدهنيها بس بزفار البيض وعشان الزفارة حطي سنة فلفل اسود على ملح مش هتعمل زفارة خالص غسلت الملوخية بتاعتي اللي كان بقى لها كم يوم بتنتهي بالباطئ زي ما قلت لكم بص الحيطة ملت منها طبقين حلوين كده محترمين خرطت بقى الملوخية الجميلة ديت عشان نعمل كده شوية ملوخية نغمس يعني بختك اه وبعد كده زبطتها وقلت بقى ايه عشان وراء بعد بقى اعملوا ملوخية للفريخ ويبقى كده خلصنا الدنيا ديت عشان هيستوهم النهاردة ولا لأ بس استنع تشوف الفنكوش عامل ازاي عشان تشايسيني في الكو وانا عارفة ان انتو هتفضحوني بصوا في دي حب جلاجة للنار ده حطيت الشربة بقى على النار وانتو عارفين انا بحب ايه احط الملوخية والشربة ايه مستخنة عشان ما تغليش معاكي خالص اه حطيت الزبط على النار وهجيب بقى ايه معلقة طوم ورشة كوزبرة بحب بكتر الكوزبرة في اي حاجة عارفين ان وفاق بتاعشك الكوزبرة النشفة حطيت معلقة طوم كده مفروم على شويت كوزبرة نشفة يلا يا بيت يا فاق هتشم الريحة دلوقتي هتشم الريحة يلا بقى لو وصلت معي لحد هنا حط لايك وقل لي ايه رأيك في طبعا في الفيديو وهي ربنا ما يحرمنيش منكو ابدا 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 بصي ملوخية ما تغليش خالص عشان تبقى خضرة كده وجميلة ويقول لك انت بتعملها حلوة كده ازاي ازاي والله ما لبيت وفاق عرفتني الطريقة خلاص ايه وعدتاش لا اكيد شمت الطاشة ما تقوليش شمت ياه ولا لا عشان ما جلكيش جامليني في الفيديو وقليلي تحت الفيديو ان انت شمت ياه خلاصت الملوخية وبعد كده رحت حطت التوسع عشان اقل الفراغ بتاعتي الجميلة بقى يوعى يوعى وشك اه حطت زيت وحطت رشة ملح ورشة فلفل اسود ويلا نولع في الفراغ كده اه اول ما اتلاقها بتولع تعرف ان هي استوي جبت الفراغ بتاعتي وهي هبتجي حمرها كده معاكم حمر الفراغ اه بين شوية صغيرة تقولك حمبري 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 الفراغ يلا حمبرة بصو في ثانية يعني خدي بالك عشان في ثانية هو كده شفتوا الحمام والفراغ في المحلات بيبقى لها شكل كده في التحميرة كده جميل وتقولي هم عاملينها ليه كده اه بيحطوها في اللبن الاول وبعد كده يحمروها يعني سيبك من سفارة بيت خالص بيحطوها في لبن كده وبعد كده بيحمروها اسمعي مني الدكتورة بقى دكتورة اللي تعالي كده نشوف الفنكوش بتاعنا كده وبعته انظريني حسن هتنظر النهاردة هو ده الفنكوش بصو بقى صانية البشاميل طالعة ممتازة قطعت خلاص بص الفنكوش شايفين هو ده المنظر وقولك مع الف سلامة استنظري فيديو جديد مع السلامة